السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد كل سلام انتوا طيبين النهاردة هنعمل معكم الكنافة عادية جدا جدا ممكن تحشيها من المنطقة كده في النص اي حاجة مكسرات اي حاجة عاوزة تحشيها بيها تحشيها عادي انا الكمية الكنافة دي انا كنت حطاها في الفريزر وبعد كده تطلعتها بقدقت ان انا افرج فيها كده علشان تبقى نعمل جدا وتبقى جميلة بعد كده معايا سكر بودرة لازم بحط لها سكر بودرة انا بعملها بالطريقة دي بتطلع معايا جميلة جدا وبتطلع معايا برضو آآ آآ نعمة كده وسهلة والواحد يأكل منها طبق واتنين من جمال حلوتها وطعمها يعني بعد كده حطيت معلقة آآ سمنة بلدي وحطيت عليها آآ زيت آآ درة ايا كان الزيت اللي عندك حطيه بس الزيت درة مع معلقة سمنة بلدي بتبقى جميلة جدا علشان لو عمناها بسمنة بلدي كلها هتبقى تقيلة وهبدأ ان انا نقلبها في بعضها كلها واخلطها كده كويس جدا لغاية ما السكر يبقى مع الزيت والسمة البلدي وبعد كده في صنعية طبعا هنعمل الشربات بتاعها آآ كوبايتين آآ مية آآ كوبايتين مية هنحط قصاتهم اربع اربع كوباية سكر كوبايتين مية هنحط قصادهم اربع اربع كباية سكر تمام كبايتين سكر نحط قصادهم كباية مية يعني المية السكر بيبقى ضاعف المية بعد كده جبت صانية ودهنتها وبعد كده هبدأ ان انا اكبس في الصانية كويس جدا علشان وانا بقطعها تطلع كمية مع بعضها هنا حطيت فول سوداني عليه سكر بودرة وبعد كده ضغطت عليهم ضغطة ممكن تستبدلي الفول السوداني ده بمكسرات زي ما انت عاوزة ممكن تحطي المكسرات اللي عندك ممكن كمان تعملي آآ نشا ومية آآ حاجة زي المهلبية كده بس بكان المية تستبدلي بلبن تبقى دي قشطة اللي هي القشطة الكذابة بتبقى طعمها برضو حلوة جدا جدا وطعمها جميل هبدأ ان انا اكبس بيها بالكباية كده علشان تطلع معايا قطعة واحدة وتبقى جميلة جدا جدا آآ بعد كده هولع هولع الفرن فوق وتحت على درجة حرارة مية وسبعين علشان ان الفرن بتاعي حرارته مش عالية لكن لو الفرن بتاعك حرارته عالية خليه على مية وستين علشان ما تلهفش كده من تحت او تتحرق ايه من تحت بعد ما هعملها طريقة سهلة جدا وبسيطة وباذن الله مش هتاخد منك خمس دقائق وانتي بتعمليها آآ ان انا اكبسها كده يا جماعة بالكباية دي بتدي معايا نتيجة هيلة جدا 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 ادي الشربات بتاع الكنافة او السيروم ده بيبقى آآ مع الكبايتين سكر قصتهم كباية مية ومص لامونة ما عندي كيش لامون ممكن تحطي آآ حبة ملح لامون حطيتها الفرن زي ما قلتلك وطلعتها وهبدأ ان انا اسقيها بالشربات شايفين لونها لونها دهبي كده وجميل انا اي حاجة بحبها في في الاكل في الحلويات بحب اطلحها لون الدهبي الجميل ده بتدي لون حلو وطعم جميل جدا انا هنا عملت صنيتين شايفين هتبدأ تشرب الشربات وبعد كده هقلبها على الناحية التانية لازم تقلبوها علشان تبقى شربة فوق وتحت شايفين شكلها كمان هزود حبة كمان آآ شربات علشان هي شربة كمية الشربات اللي انا حطيتها هزود حبة كمان واسبها مع نفسها كده انا هنا زودت حبة شربات علشان تبقى جميلة جدا وتبقى طعمها حلو كده وهو الشربات اصلا لما انا بعمله كوباية سكر ونص مية او العكس